السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم حسين ورحمة حاتم ما اظن على اليوم هو الدخول الى عددات النانا برج او نانو ستيشن طبعا بداية الامر نفهم على الواي فاي مع اللابتوب وقبلها نركب اللان مباشرة للابتوب اللان المالت النانا اذهب البرونج باند ونقل الى ندخل الوزرنام والباسورد مالتنا نقل الى اذا كانت مانواجع اي مشكلة راح يكنك و الصورة طبعية تختفي علامة الصفرة على الواي فاي اذا اكو مشكلة راح ارار 991 اذا 691 مانات الارار من البرج اذا 651 فالايرار من عندنا مشكلة عندنا لازم نرتب وضعنا نشوف الخطأ بالواير او اشارة اللي عندنا ما مضبطها نكتب الاب من النانا البرج هو 192 0.180 0.180 0.1 0.20 نضغط نضغط الاب الخاصة للنانا ما راح يكنك السبب انه قبل هالخطوة نروح الى اي بيات نغير الى اي بيات الخاص هذا الموضوع نضغط على التجنت ونروح على Local Area Connection على البروبرتيز وعلى protocol 4 نكتب 192 192 182 1 33 نضغط الان الشرف مجرد نضغط على هذا الحقل الآن تظهرنا 255 255 255 نضغط 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 الان الان نرجع الى الاب الخاص بمتصفح الخاص بال الانو ونقل انتر سيستجيب اذا تخطينا مرحلة الاب ندخل الوزرنين والباسوارد الخاص بال الانو البرج نضغط ونقل لغان سأحاول نضغط رسدها من جديد حتى تعرفون شين الاساسيات الخاصة نقل رسيد ننتظر الى هان تترسد رح تنعاد اعداداتها مثل ما اجت من الشركة الافتراضي 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 لكل الشركة لكل النانوات هو UBNT U والباسوارد كذلك U B N T B N T اللغة انجليش طبعا نضغط هنا صح امام هذا الحقل ونقل لغان امام هذا الحقل ونقل لغان الان رح ندخل الى ادادات الافتراضية للنانو بريتش اول ما نروح الوائرلس من الحقل SSID نختار الشبكة البرج اللي احنا مكن نكن عليها طبعا احنا ارث لنك الصداقة عنده سكتر ادادات 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 سكتر ادادات شوات سكتر ادادات ادادات من الموجود من الموجود ونحن ٧ ٧٠٠ نوع الموجود من تلقائ الرشاة المترجم للقناة 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 اختار اغلق اختار اختار اذهب الى اذهب اغلق ايضا اختار موضوع البيتر الوقت المنزل بحماية اللعنة و نذهب على البيتر و البروتوكول بدلا ما نستخدم الابطة للبتر نضغط الإختيار الأول و نقل اكتب اكتب مستخدم نكمل بعدها نروح الى الواي فاي وبروتباند نقل لكونكت نحن بدخلين الهاتم يعني الوزر نايم والباسور المسبقين في المال ممكن نقل لكونكت بعدها راح تختفي العلامة الصفر هاي يعني العملية تمت بنجاح ودخلنا اعدادات جديدة للنالا بريج هذا كل ما يتعلق بالنالا بريج اي استفسار ممكن ان ترأسلوني على حسابي بالفيسبوك حال حسين الحاتم او من خلال فلاوينغ الحسابي الموجود باليوتيوب شكرا لكم اشتراك في قناتي محسين الحاتم شكرا لكم شكرا لكم و الى الملتقى شكرا لكم